من الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد أخواني العزاء في هذه الحلقة رح يتكلم لماذا أنت الكوكتيل لا تبيض هو أخواني السبب الأصلي هو العجلة والاستعجاج في تزاوية الطيور بعض الأخوان يتوقعون أنه بعد التزاوج يجب الأنثان تبيض هذا شيء غلط هو قبل كل شيء التأكد من بلوح الذكر وأنثى الطائر ويجب أن تستعملون عملية توالف فيما بينها لمدة سبعين ثلاثة أربعة بحسب الطاقة ولا تستمروا بفتح العيش أو نقل قفاص من مكان إلى مكان آخر لأن هذا الشيح يزعج الطائر وليس يجب أن يضيق حالا تريد أن تفتح العيش وبالسبوع يكون مرة حتى لا تزعجون الطائر لا تستعزون بالتزاوج أول يكون الطائر عندك جاهز الأنثى الذكر جاهز وبعدين زوجون خاصة الكناريات العام الثاني هو التشحن عندما الأنثى تنظر إلى مخرجها الشبه من الشحن هذا العمل وهذا الشيح لا يجب أن تفتح الأنثى تبيغ فيجب أن تزعج التشحين بإعطاء بعض المواد ضد التشحين مثل الخاس أو التشحين حتى نقليل من تشحن الأنثى هو استعمال بعض الأكل بصورة مطلقة مثل البيض المسلوق أو الحبوب مثل دوار الشمس إنه يسبب أن تشحن عنده الطائر العامل الثالث عدم بنوف الطائر خاصة الأنثى إخواني أعزائي يجب بلوغ الكوكتيل يمكن أن يكون بلوغ الكوكتيل يصبح بلوغ ونستطيع أن نجهزه للتزاوج العامل الآخر هو الأمراض خاصة العفونية الداخلية عنده الأنثى داخل الرحم هي على المعطاء المضادات الحيوية قبل التزاوج مثل خلص ثوم بالماء نحن قلنا على طريقة نجيب مثلا لترمال مع فصوم ثوم ونبيته مجة 8 ساعات وبعد 8 ساعات نضيف عليه مثل 15 ساعات قطرة من المحمض الكفش الباجي وعشر قطرات من المحمض بالكناريات العامل الخامس هو خوين العزاء نفصل البيتامين خاصة البيتامينات خاصة الكاليسيون عند الأنثى هو عامل أساسي الكاليسيون لتشكيل البيت داخل الأنثى لا تنسوا استعمال عظم الحبار وقوة البيت إن هذه المواد تحطي عليك كاليسيون العامل السادس هو خضع عشاش كثيرة وأصراح كثيرة من الطائر مثلا تأخذ أرغب أربع الشاش في السنة هذا يرهق الطائر ويقوم يتعب وبعد ما يجرين تجهير أخوال العزاء في السنة أعزب أربع الشاش لتأخذ من الطائر وحتى في مراحل التبيض ولتأخذ بطوعة الزين وعناية ونباطة وبيتانينات حتى ينتج لكم أكثر سابع آمل هو الإنتاج في فترة الصيف أو فصل تغيير ريش أخوال 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 في هذه فصل الصيف وفصل تغيير ريش لا تستطيع في الإنتاج لأنها لنهدم الأوقات هو الفصل الراحل الطائر ويجي في هذه الأوقات سنتغذي الغض الطائر بالبيتانينات والمواد حتى ينتج لكم أكثر أخوال 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 تغيير أوصيف الزوجون أخوال سيجعل بيض غير مخصط حتى أخوال أفراق ضعيفة واحتمال تموت أخوال 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 يجب أن البكان القفاص يكون في مكان هادئ وبعيد عن تيارات الهوائية ولا تحركوا ولا تنقلوا من بكان لبكان ولا تغيروا تبدلوا العيش كذلك وبعيد عن الدخان وعدم استمرار في فتح العيش ومراقبة الطائر لأن هذه العوامل كلهم في تبيض الأنتا إحنا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته